السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات معكم الدكتورة آمنة ضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات في إحاطة حكومية إعلامية جديدة حول الأوضاع الصحية في الدولة ومستجدات أزمة وباء كورونا المستجد كوفيد 19 جمهورنا الكريم يسرنا اليوم أن نعلن عن وصول إجمال حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 4295 حالة وذلك مع تعافي 458 حالة اليوم وعودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والحمد لله واليوم نشهد تسجيل أعلى عدد للمتعافين في الدولة حيث تقدر نسبة حالات الشفاء بما يقارب 25% من إجمال حالات الإصابة المسجلة في الدولة تمنياتنا لباقي المصابين بالشفاء العاجل بإذن الله وجهود جنودنا من أطباء وممرضين ومسعفين تتواصل ونرى نتائجها ولله الحمد في تزايد حالات الشفاء ونرى جهودهم أيضا في تزايد واتساع فحوصات كوفيد 19 اليومية على مستوى الدولة فقد تم إجراء 33153 فحصا جديدا وكشفت هذه الفحوصات عن 624 إصابة بفايروس كورونا المستجد تم عزلهم وتتلقى جميعها العلاج والرعاية اللازمة وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة وحتى يومنا هذا إلى 17 ألفا وأربعمائة وسبعة عشر حالة تشمل المتلقين للعلاج والمتعافين وأيضا حالات الوفيات إخوتي وأخواتي يؤسفنا أن نعلن اليوم عن وفاة 11 شخصا من جنسيات مختلفة من المصابين بفايروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمال الوفيات إلى 185 شخصا وحالات الوفاة مرتبطة بمضاعفات شديدة جراء الإصابة بالفايروس بأمراض مزمنة أخرى تغمد الله كافة المتوفين بواسع رحمته وألهم ذويهم الصبر وربط على قلوبهم يصبح بذلك عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 12937 حالة من جنسيات مختلفة نتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل بإذن الله الإخوة والأخوات تستمر جهود المجتمع العلمي في دولة الإمارات من جامعات ومؤسسات بحثية في مواجهة كوفيد-19 ومعنا اليوم الدكتور علوي الشيخ علي عضو مجلس علماء الإمارات والمتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة ليطلعنا على آخر مستجدات الأبحاث العلمية في الإمارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور علوي الشيخ علي المتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة نوافيكم اليوم إن شاء الله بمستجدات الأبحاث العلمية في مواجهة كوفيد-19 في الدولة أعلن في الأسابيع الماضية عن دراسة تقوم بها جامعة محمد الراشد للطب والعلوم الصحية وهيئة الصحة بدبي ومستشفى الجليل التخصص إلى الأطفال والتي تهدف إلى تسجيل التسلسل الجينومي الكامل لعينات فيروسية خاصة بـ 240 مريض مصاب بكوفيد-19 قبل أن نتطرق لآخر مستجدات هذه الدراسة دعونا نتعرف أكثر على سلالات فيروس كورونا المستجد كما تحدثنا في الأسبوع الماضي عندما يستولي الفيروس على خلايا الإنسان يحولها إلى مصنع لإنتاج الملايين من الفيروسات الجديدة ومع أي فيروس واجهته البشرية من قبل تحدث هناك تغيرات بسيطة في التسلسل الجيني للفيروس وتتطور بذلك سلالات جديدة وهذا أمر طبيعي لأن معظم هذه التغيرات الجينية البسيطة لا تغير من طبيعة الفيروس أو من تأثيرات المرضية في بداية شهر يناير من هذا العام نشر باحثون في الصين أول تسلسل جيني كامل لفيروس كورونا المستجد لمريض من مدينة وهان ويعد هذا التسلسل الجيني هو التسلسل المرجعي الرئيسي لفيروس كورونا المستجد وبناء كذلك على دراسة تم نشرها قبل أسبوعين حدد العلماء ثلاث سلالات رئيسية لفيروس كورونا المستجد حيث تعرف هذه السلالات الرئيسية بالسلالة A بالإضافة أيضا إلى سلالتين مستمدتين من هذه السلالة وهي السلالة B والسلالة C ونعلن اليوم أننا استطعنا ولله الحمد وبعد أقل من ثلاث سابيع من إعلان أول تسلسل جيني كامل للفيروس في الإمارات عن تسجيل نتائج رئيسية لـ 49 مريض مصاب بكوفيد-19 تشمل تسجيل تسلسل جيني كامل لـ 25 مريض من الحالات الأولى في الإمارات توصلت هذه الدراسة إلى وجود نوعين من هذه السلالات في دولة الإمارات ضمن هذه الحالات الأولى وأظهرت النتائج أن التسلسل الجيني لـ 24 مريض ضمن الدراسة كانت من السلالة B ومعظمهم من القادمين من الدول الأوروبية مختلفة كما أظهرت الدراسة أيضاً وجود حالة واحدة من السلالة A وكانت لزائرة قادمة من مدينة وهان من الجدير بالذكر أن 88% من الحالات الأولى كانت بدون أعراض أو ظهرت عليها فقط أعراض خفيفة وكشفت الدراسة أيضاً وجود 70 طفرة جينية في هذه السلالات 17 منها لم يتم تسجيلها من قبل ضمن التسلسلات الجينية عالمياً وبذلك تكون دولة الإمارات قد ساهمت من خلال هذه الدراسة ومن خلال توفير هذه المعلومات على قاعدة بيانات عالمية في فهم أكبر لفيروس كورونا المستجد شكراً لكم جمهورنا الكريم ما زلنا في مرحلة هامة من مراحل احتواء وباء فيروس كورونا المستجد وبتعاونكم والتزامكم بالإرشادات الصحية والوقائية سنجتاز معاً هذه المرحلة كافة جهود خط دفاعنا الأول وعلماء دولتنا وفرق العمل من مختلف القطاعات تهدف في نهاية المطاف لسلامتنا جميعاً ورهاننا اليوم في التزامنا وتكاتفنا معاً وبإذن الله نستطيع التجاوز هذه المرحلة بأمان حمى الله دولتنا وقيادتنا وشعبنا ودمتم في بيوتكم آمنين